المشاهدين ومتابعين حقيقة يعني أساني أمامك كانت هناك ليلة غاضبة في قضاء المقدادية في محافظة تديالة على خلفية تشكيل حكومة تديالة المحلية الأخيرة يعني كرد من قبل عشائر بني تميم على تنصيب المحافظ الجديد وهم يعتبرون أن منصب المحافظ من حصة قبيلة بني تميم في المحافظة بعد ما قدمت هذه القبيلة المحافظة خلال السنوات الماضية يعني حقيقة جماهير كبيرة من قبل عشائر بني تميم توجهت صوب الدوائر الحكومية في المحافظة بالخصوص في قضاء المقدادية أغلقت هذه الدوائر ببوسترات مغلقت بعض قبيلة بني تميم كنوع من احتجاجات التنمية في القضاء لتوليد ضغط كبير على الحكومة المركزية في بغداد للسيطرة يعني تشكيل ضغط كبير على حكومة بغداد تراجع عن انتخاب المحافظة الجديد وتشكيل حكومة يعني تلدي مطالب هذه القبيلة هم يعتبرون أن التضحيات التي قدمت خلال السنوات الماضية من قبل أبناء هذه القبيلة يعني هم أكثر من يستحقون من محافظة ديالة يعني اليوم محاشة القضاء المقدادية يوم أمس يعني حقيقة الليلة عصيبة يعني خصوصا يعني أنه بعد ضغع ساعات قامت القوات الأمنية بالسيطرة على الوضع ورفع البوسترات من الدوارة الحكومية والصباح اليوم تم اتتعى للدوارة الحكومية في المحافظة يعني اليوم يعني أكثر المراقبين يعني يحذرون من تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة ويطالبون حكومة فرداد يعني الدخول في المفاوضات مع قبيلة بني تريم يعني وارضعها بأي طرق دولوماتية وحل هذا الخلاف الحاصل يعني اليوم هناك مطاوف من تردي الأوضاع أو يعني هناك تظاهرات ربما ستنطلق يعني خلال الأيام القادمة خصوصا بعد حملة التظاهرات يعني خصوصا بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي حدثت يوم الأن كانت حملة اعتقالات كبيرة يعني وجهات جميع والمتظاهرين الذين شاركوا بغمطة دوائر الحكومية كانت هناك حملة اعتقالات وتم يعني توقيع هؤلاء المتظاهرين على تعاهدات في عدم المساة بالدوائر الحكومية مرة ثانية نعم طيب يعني ما تداعيات هذه التطورات على أمن دياله وخصوصا يعني ندياله تعاني من وضع أمنيهاش نعم يعني خصوص هذه التداعيات هناك بعض المراقبين الأمنيين والمراقبين السياسيين يعني يحذرون من تدهور الأوضاع مرة جديدة وخصوصا يعني ندياله عانت لحل الخلاف وإرضاء هذه القبيلة التي يعطى الدماء على سنوات طويلة يعني المراقبين السياسيين اليوم لديهم نظرة بعيدة للمحافظة يحذرون من يعني تدهور الأوراعة الأمنية يحذرون من التظاهرات يعني اليوم على حكومة بغداد المركزية ودعماء كترة السياسية في بغداد تدارك هذه الأزمة يعني والنهوض بالمحافظة إلى برد الأرض نعم طيب عبد الله يعني لاحظنا أن هناك بعض المحتجين يرتدون الزي العسكري لمن ينتمون وكيف تم التعامل معهم نعم زميلتي يعني الزي العسكري كان لأبناء قوات الأمنية في المحافظة كانوا بالقربة من المتظاهرين يعني حقيقة هذه الصور ربما تكون يعني صور غير حقيقية أو ربما صور يعني كان هناك بعض القوات الأمنية مختلطين مع المتظاهرين كون يعني أغلب أبناء القوات الأمنية من هم أبناء المحافظة وأبناء القوات وأبناء العشار في قراءة المقدادية يعني كانوا بين يعني لنسميها بين حانا ومانا يعني لم يستطيعوا الرد على المتظاهرين لم يستطيعوا يعني ضرب المتظاهرين لم يستطيعوا منع المتظاهرين كون أنهم هؤلاء المنتجبين هم من أبناء المحافظة في الساعة حدث ما حدث من الساعة يوم نعم إذن كان معي عبدالله الباش من الديوانية شكرا لك ترجمة نانسي قنقر